تعتبر ليبيا نوع من الاستثناء بين دول الربيع العربي سوى من حيث دخل الفرد فيها أو من حيث الطريقة التي تمت بها الإطاحة بالنظام فهذه الدولة التي تحتوي على مواردها إلى من النفط والغاز كادت تصل بعد الثورة إلى درجة الإفلاس ولكنها استطعت خلال فترة قصيرة استعادة حجم صدراتها من النفط إلى الأسواق ومن المفترض أن تكون عائدة النفط عاملاً مساعداً في حل الأزمة السياسية والتغلب على فترة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا بعد سقوط نظام القذافي فهل باستطعت ليبيا زيادة إنتاج النفط وتصديره في المستقبل القريب؟ ومن المهم أيضاً استضاح أولويات السلطة في قطاع الطاقة وجنسية شركات قد تحصل على مزايا في حقول الدولة وبالطبع ما الأفاق لطموحات الشركات الروسية في السوق الليبي أهلاً بكم في بانوراما أهلاً مشاهدين حول النفط الليبي معنا اليوم إلدار كسايف خبير شؤون الاستثمارات في قطاع الطاقة لدول الشرق الأوسط سيد إلدار كسايف أهلاً ومرحباً بكم مرحباً هل فعلاً وصل أو عادت طاقة التصدير في ليبيا تصدير النفط وغيره من التاقات إلى 1.4 مليون برميل؟ هل هذا المستوى يقارن بحجم تصدير النفط قبل الثورة؟ لنتحدث في البداية عن التصدير والاستخراج بلغ حجم الاستخراج قبل الانتفاضة 1.6 مليون برميل يومياً بينما يصل الآن إلى 1.4 مليون حسب ما جاء في بعض التصريحات ولكن البلاد لم تصل بعد إلى هذا المستوى من الاستخراج فالتجربة العراقية تبين أن العودة إلى مستوى الإنتاج السابق تطلبت عشر سنوات تقريباً علماً بأن بعض المحللين والسلطة أيضاً أعلنوا عن آجال أقصر من ذلك بكثير وهنا لا بد من إدراك أن العديد من التصريحات في الشرق الأوسط عامة وليبي خاصة تحمل طابع الحرب الإعلامية والضغط الإعلامي وهذا يعني أن السلطات غالباً ما تسقط رغباتها على الواقع وأحياناً تناقض بعضها بعضاً بل وتتناقض التصريحات الصادرة عن مسؤول بعينه وفي الأوينة الأخيرة على وجه الخصوص يلقي الليبيون الأضواء على عملياتهم النفطية بقدر كاف من النشاط ويطرحون مهمة الوصول باستخراج الذهب الأسود حتى نهاية العام الجاري إلى مستوى العام 2011 أي إلى مستوى مليون وسبعمائة ألف برميل يومياً كما ذكرتم فهل بالإمكان تحقيق ذلك؟ من الصعوبة بمكان الإجابة عن هذا السؤال شخصياً أعتقد أن ذلك غير ممكن فثمت جملة من العوامل التي تقف عقبة أمام هذا الهدف وقد نتطرق إليها لاحقاً أما اليوم فبوسعنا القول إن الصناعة النفطية في ليبيا وبعد عامين من الحرب الأهلية استطاعت تجاوز أزمتها الأمر الذي يتيح لها فرص النمو إذن في خلاف شديد مع تونس ومصر يعني الاقتصاد الثوري الليبي ربما لم وإن واجه هزات وإنما لم يكن يعاني لفترة طويلة من يعني أزمات أليمة التي ألمت بتونس ومصر والعراق أيضاً بعد الغزو هذا صحيح ولكن يجب أن نلاحظ نقطة هامة هنا وهي أن ما جرى في ليبيا خلافاً لمصر وتونس انقسام مناطقي جغرافي وهذا عامل هام أقصد أن الاحتياطات النفطية الهائلة في ليبيا كانت تقدر حتى وقت قريب بـ 45 مليار برميل ولكن هذه التقديرات ارتفعت فيما بعد إلى 47 مليار برميل وهذه احتياطات كبيرة جداً ولكن تجذر الإشارة إلى أنها لا توجد بالنسبة ذاتها في جميع مناطق البلاد فالجزء الأساسي منها في المنطقة الشرقية التي تقف اليوم كما هو معروف موقف المعارضة من طرابلس ينتج حوض السيرت حوالي 80% من النفط الليبي وفي المنطقة الشرقية يعيش ثلث السكان فهي إذن لاعب داخلي هام إن هذا الحوض صعب من ناحية الاستثمار ويتطلب مجهودات أكبر فما الذي سيجعل ليبيا تصل بالاستخراج إلى مستوى طموحها إنه بالطبع استغلال الحقول المعروفة التي تعطي عائدات جيدة ولكن وبالرغم مما يؤكده المحللون عن نجاح ليبيا بتجاوز الأزمة خلافا لغيرها من البلدان يجب توخي الحذر عند إطلاق مثل هذه التصريحات وضرورة التقييم الواقعي للوضع في البلاد يعني مليون مليوني برميل النفط سنوية يوميا لعام 2015 طموحات غير واقعية تقول من الصعب التنبؤ بما ستكون عليه الأمور في العام 2015 فقد تجري أحداث لا تخطر ببال المحللين ولا أحد يعلم عنها شيئا ولكنني أعتقد أن الرقم المذكور غير قابل للتحقيق موضوعيا يمكن القول أن البنية التحتية في ليبيا مقوضة وحتى الآن تبين الأحداث والأخير منها خاصة أن ما يجري هو احتجاجات اجتماعية يحاصر المشاركون فيها المنشآت النفطية وتفيد إحصائيات كانون الثاني يناير أن التصدير انخفض بحوالي 60 ألف برميل بسبب عمليات التخريب ضد البنية التحتية وفي هذا الخصوص أعلن وزير النفط الليبي أن دخل الدولة الأساسي هو من الصادرات الهايدروكوربونية وإذا كانت الاحتجاجات الاجتماعية ستعرقل عمل هذا القطاع فسوف تلجأ السلطات إلى القوة العسكرية لكن سيد إلدار إذا كانت البنية التحتية لصناعة استخراج وتصطير التقاط إلى الخارج مضمرة بشكل كبير كما تقول يعني بفضل ماذا تمكنت ليبيا من استعادتها فياتها السابقة في الاستخراج والتصدير لأن الفارق الذي يفصل المعدلات الحالية عن المعدلات ما قبل الحرب وما قبل الثورة بسيط فارق بسيط 200 ألف برميل فقط يجب أن ندرك أن ليبيا هي بؤرة لمصالح الشركات الكبرى الأوروبية منها والأسيوية وكذلك الأمريكية فلنتناول بالتفصيل درجة تأثير مختلف شركات العالم على الاقتصاد الليبي لنأخذ أولا أوروبا كان لليبيا قبل الانتفاضة حصة الأسد في الاستهلاك الأوروبي من النفط والغاز واليوم استأنفت جميع الشركات الأوروبية تقريبا نشاطها في ليبيا ولكن مع بعض الفروق والتباينات أما الآسيويون فإن سوقهم تنمو بسرعة كبيرة وتتطلب تغذية دائمة بحوام الأطاقة والآسيويون لا يسمحون لأنفسهم بتجاهل أي أسواق محتملة خاصة وأن ليبيا هي الدولة الثالثة في منظمة أوبك من حيث الاستخراج والثالثة في إفريقيا بعد نيجيريا وأنغولا وتتمتع بأضخم الاحتياطات النفطية في القارة وفيما يتعلق بالأمريكيين فهم حتى اليوم لا يبدون نشاطا كبيرا في مجال الطاقة الليبي لأن مستورداتهم من هذا البلد وحتى قبل الانتفاضة لم تتجاوز نسبته واحد بالمئة نعم سيد إلدار عفوا ربما طبعا سنستمر في الحديث عن عمل الشركات الغربية والشركات الروسية في السوق الليبية لكن هناك تصريح مهم أدل به وزير النفط الليبي مؤخرا سيد عبد الباري العروسي الذي أشاد أو شدد على أن وزارته تفضل الشركات المحلية على العالمية تمام في التعاقدات المقبلة وأضاف أننا نحن نعمل على تدريب الكوادر المحلية لتهيئتهم ليكون خبرات وطنية في المجالات النفطية مستقبلا ربما سيد الوزير قصد هنا فترات مستقبلية فعلا يعني تحدث عن المدى البعيد لأن البنى التحتية تحتاج كثيرا إلى مساعدات والتقنيات واستثمارات شركات غربية بالدرجة الأولى يعني هل هناك طاقات وإمكانيات ليبية محلية لتكون على مستوى الطمحات التي رسمها الوزير إن إحدى المشكلات المركزية الداخلية اليوم هي العلاقات بين الشركات النفطية الوطنية وشركات الفرعية التي تمارس عمليات التصدير مرة أخرى أعود إلى النزاعات العائلية والعشائرية في المجتمع الليبي والاستدامات بين مختلف المجموعات ومختلف القبائل يجب أن ندرك أن شركة الوطنية الليبية اليوم لا تستطيع لعب ذاك الدور الهام الذي كانت تلعبه في ظل النظام السابق كانت الشركة أنذاك محتكرة تملي قواعدها وشروطها على الجميع وكان الشركاء أي شركات الفرعية وشركات الأجنبية يقبلون عمليا بقواعد اللعبة هل إذن هذه رسالة موجهة إلى الداخل إلى اللاعبين الداخليين إن صح التعبير إلى الداخليين والخارجيين فلا يجوز النظر إلى طرف بمعزن عن الآخر وأشير مجددا إلى أنه لو لا التمويل الخارجي لما رأينا اليوم تقدما في الصناعة النفطية منذ فترة غير بعيدة جرت في ليبيا فعالية مكرسة للقطاع النفطي أعلن فيها المسؤولون عن سيناريو استفزازي لتطورات الوضع كما أعتقد وأن هذه الشركة النفطية الوطنية قد يتم تحويلها إلى شركة قابضة على أسس تجارية لقد جاء ذلك بهدف اجتذاب المستثمرين سيد إلدار عفوا على هذه المقاطعة معنا فاصل قصير وسنستمر في الحديث عن كل هذه التفاصيل مشاهدين فاصل قصير ثم نعود يبقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين نحن نبقى في نقطتين بدأت سيد إلدار كسيف ضيفنا اليوم أن يتحدث فيها مقترح طرح في ليبيا بتحويل المؤسسة الوطنية للنفط إلى شركة خاصة شركة قابضة والتفاولات حول هذا الموضوع تفضل مما لا شك فيه أن الأمر لا يخلو من طموحات كهذه ولكنني أكرر ثانية أن تحقيقها أمر مستحيل بلا تمويل وتقنيات من الخارج ولذلك تجري في ليبيا اليوم أحاديث عن تسهيلات ضريبية ومن ناحية ثانية وكما صرح أحد الوزراء في الآونة الأخيرة فإن الاحتجاجات الاجتماعية قد تنفر الشركاء الأجانب وتفقدهم الثقة بليبيا إن تحقيق الأهداف التي أشرنا إليها في بداية اللقاء وخاصة لجهة كميات الاستخراج والتصدير ستتوقف بالطبع على فعالية الأجانب بالدرجة الأولى ليس المهم هنا من سيكون هؤلاء أسيويين، أوروبيين وحتى أمريكيين المهم هو الواقع بحد ذاته أي أن تحسين الجاذبية الاستثمارية كشرط لقدوم الأجانب لكن في نفس الوقت نقرأ عن أن الكثير من الشركات النفطة الأجنبية قد اشتاكت في الآونة الأخيرة من شروط العقود التي تطرح الحكومة الليبية حاليا في جولات الترخيص التعاقدية المقبلة المستقبلية وتشير الشركات إلى أن هذه الشروط صارمة جدا مشددة فما الذي تشدد فيها السلطات الليبية وهي تتعاقد مع شركات أجنبية؟ إن أحد الشروط يتلخص بمنح امتياز التنقيب الجيولوجي لمدة خمس سنوات بينما كانت هذه الفترة ثلاث سنوات على ما أعتقد في الماضي يريدون أجعل المدة خمس سنوات يعني فترة ثلاث سنوات ممنوحة لشركة أجنبية للتنقيب تستمر بثلاث سنوات المدة الآن ثلاث سنوات يريدون زيادتها لتصبح خمسا لأن هناك صعوبات معينة فالقطاعات المختلفة تتطلب جهودا مختلفة لكن هذه تسهيلات سيد إلدار هذه تسهيلات وليس تشديد وتشدد هذه تسهيلات وهي من وجهة نظر المستثمر أقل مجازفة لأنه كلما كانت المدة المخصصة للتنقيب الجيولوجي أطول ازدادت فرص تخفيض التكلفة النهائية ومن المعروف أنه خلال فترة زمنية طويلة قد تقع في المنطقة أحداث تؤثر سلبا على المناخ الاستثماري وبالتالي تؤثر إجابا على المستثمر وهذا ما نلاحظه الآن في العراق قبل بضع سنوات تم الإعلان عن أن شركة لوكويل لا يمكن أن تعود إلى العراق ولكنها اليوم حصلت على قطاع ذي احتياطات مؤكدة وآخر ذي احتياطات محتملة والآن تسير الأمور نحو مناقصة جديدة لا يستبعد أن تكون لوكويل من المشاركين فيها وأن تحظى بقطاع ثالث حتى نهاية العام بالنسبة لمستقبل الشركات الروسية في السوق الليبية طبعا الموقف السياسي لروسيا هو الذي قد تسبب جزئيا في أن يعني إدارة السلطات الروسية لظهرها للشركات الروسية ولا نسمع كثيرا عن اللقاءات كثيرة بين المسؤولين ورجال الأعمال ومضارع شركات روسية نفطية وغزية كبرى ولكن كيف تقدر طموح أو وقعية طموح الشركات الروسية لا شك أن هناك هذه الطموح وتطلعات لأن شركة جاسبروم على سبيل المثال أكدت في الأون الأخير على التزامها بشراء حسة تعود لها من شركة إيني الإيطالية في مشروع إليفانت في ليبيا فهل ستحصل جاسبروم إذن على هذه الحسة فعليا أم هناك صعوبات في تنفيذ هذه الاتفاقية بين الشركة الروسية والشركة الإيطالية لا بد هنا من الأخذ بعين الاعتبار أن جميع الصفقات الاقتصادية وفي هذه الحالة صفقات واتفاقات الغاز تتعلق مباشرة بالحوار السياسي بين الدول وفيما يخص الوضع الراهن نجد بكل تأكيد أنه يشهد تعقيدات سياسية بين البلدان المعنية كلنا نذكر أن السياسة الروسية خلال ما يسمى بالربيع العربي لم تكن ترمي إلى التواصل أو إقامة علاقات مع طرف محدد من الأطراف المتصارع وعلى كل حال لم يعد من المجدي اليوم العودة إلى هذا الأمر بل يجدر بنا الحديث عما نواجهه الآن لكنك أشرت في بداية الحلقة أن السلطات الليبية لا تهتم كثيرا بجنسية الذين سيعملون في السوق الليبية بقدر ما يهتمون طبعا بالشروط المالية الاقتصادية السعر وفترات ومدايات العقود وما إلى ذلك أنما تريد أن تقول أن هذا الشك إن وجد لدى الجانب الليبي ينصحب على الجانب الروسي هنا يطرح السؤال عن أفضليات شركة غاز بروم هذه الشركة تتفوق على غيرها بكون القيادة السياسية في بلدنا تدعمها على الساحة الدولية وتساعدها في تحقيق مصالحها وهذا ما يمكن الجهر به فهو ليس سرا على أحد أما الشركات الأخرى فوضعها أكثر صعوبة وبالنسبة لهوية الشركات القومية وأهمية ذلك فثمت هنا بعض التمايز المهم طبعا هو النتيجة المهم أن تحصل الخزينة الليبية على قدر أكبر من المال لكي تفعل البنية التحتية ولكي يزداد التصدير وفي الوقت نفسه نجد هنا ما يمكن تسميته بضبط التوقيت مع الشركاء الأساسيين فنحن ورغم كل الاحترام لشركاتنا في ليبيا لم نكن بالنسبة للليبيين الشركاء كالأوروبيين على سبيل المثال هذا أمر ربما هذا أمر طبيعي لكن هل هناك حضور اليوم للجانب الروسي في ليبيا في مجال النفط والغاز تنقيبا استخراجا وتصديرا؟ أعتقد أن من المتعذر عودة الاستثمارات الروسية كما كانت عليه سابقا بمعنى وجود قطاعين للشركات الفرعية التابعة لغاز بروم وأربع قطاعات لشركة روسية أخرى أما الوضع الذي قد يتيح للشركات الروسية العودة إلى ساحة الطاقة الليبية فهو التنازل عن جزء من الأسهم للأجانب على سبيل المثال وبالتالي العودة ضمن اتحاد بضعة شركات كما جرى لشركة لوكويل في العراق أعتقد أن ذلك هو الاحتمال الأكثر واقعية ومردودية أما التشبث بحجة عقودنا مع النظام السابق وضرورة استعادتها فربما كان بعيدا عن المنطق عدم استجد من ظروف في ليبيا وبالتالي شركة لوكويل التي كانت تعمل في ليبيا في عهد النظام القديم لن تعود إلى ليبيا فرصتها ضئيلة أعتقد أن حظوظ لوكويل أقل من حظوظ غاز بروم ونظرا لمستوى التسييس العالي للموضوع الليبي من المستبعد أن يتحسن وضع لوكويل لا سيما وأنها شركة قاصة نعم بكل تأكيد فالجوانب السياسية هنا لها دورها البارز ومن الجدير بالذكر أن اللجان الحكومية المشتركة بين روسيا وليبيا لم تعقد أي اجتماع منذ زمن بعيد يدور الحديث الآن عن عقد جلسة في موسكو أو طرابلس الغرب في غضون النصف الأول من العام الجاري وهو الموعد يشرف على نهايته دون ما ينبئ بأن هذه المحاولات ستفضي إلى نتيجة تذكر الليبيون يتجاهلون الفعاليات التي تعدها روسيا لأعضاء جامعة الدول العربية على مستوى الوزراء ونحن ننتظر عما قريب معرضا ضخما في سان بطرسبورغ سيكرس للأفاق الاقتصادية أمام البلدان العربية ومن المرجح اللي يشارك فيه الليبيون إلدار ماذا إذن عن الشركات الروسية المشاريع الصينية في ليبيا تجمدت وقت الحرب والثورة أيضا بسبب الموقف السياسي للقيادة الصينية تجاه الانتفاضة والحرب في ليبيا خسائر مادية صينية كبيرة تقدر بربما عشرات المليارات هل إذن باب المشاركة في مشاريع جديدة في ليبيا أيضا أصبح موصدا أمام الصين هي الأخرى؟ وضع الصين دائما يتصف بخصوصية ما فالصينيون مع كل ما يبدو من برغماتيتهم وحياديتهم المتميزة تراهم ينجحون في المحافظة على مصالحهم والدفاع عنها وهم يحققون ذلك دائما على نحو أكثر تنظيما وفاعلية فهم على سبيل المثال أول من حصل على مشروع في العراق بعد سقوط النظام أي حين لم يكن بوسع أي من الشركات الحصول على ذلك أعتقد أن الصينيين سيعودون إلى ليبيا لأن هذا البلد مغرن بثرواته وإمكاناته وسيعودون بسرعة وسوف نرى في المستقبل القريب الشركات الصينية في سوق هذه الدولة لأنها متواجدة الآن في أسواق العديد من البلدان العربية حيث تضمن لنفسها مواقع قوية بالعوضة إلى الشركات الغربية سيد إلدار بدأت في الدقائق الأولى من البرنامج الإشارة إلى أن لعامل الغربيين في ليبيا بعض الخصوصيات فما هي هذه الخصوصيات؟ هل هي سلبية إيجابية؟ هل تساعدهم؟ أو بالعكس تعيق تنفيذ مشاريع في ليبيا من قبل الغرب؟ بغية إضفاء قدر أكبر من الشفافية على عملهم أجر الليبيون تحقيقات في مجال الفساد طالت شركات غربية وروسية كبرى ولكن ذلك لم يسفر عن فضائح ذات أهمية وفي واقع الأمر ثمت أفضليات لدى الجانب الأوروبي فأوروبا هي السوق الرئيسية لاستهلاك الخامات الليبية ومن ناحية ثانية وإذا أجملنا الحصيلة السياسية نجد أن المساعدة الأوروبية كانت ضرورية للليبيين أثناء أحداث العام 2011 ومن الطبيعي أن يحصل الأوروبيون على مكاسب معينة مقابل ذلك وبناء عليه أتوقع أن يشغل الأوروبيون كما في السابق الحيز الأكبر في ساحة الطاقة الليبية وأن يواصلوا تعزيز مواقعهم لاحقاً شكراً سيد إلدار على كل هذه المعلومات والتحليل مشاهدين السوق النفطية الليبية الإجراءات الداخلية لتطوير صناعة النفط والغاز في ليبيا ودور الشركات الأجنبية في التنمية الاقتصادية الليبية إذن من خلال مشاركتها في قطاع الطاقات في الدولة الليبية نشكر مجدداً على المشاركة والحضور معنا إلدار كسايف خبير شؤون الاستثمارات في قطاع الطاقة لدول الشرق الأوسط شكراً جزيلاً لك مجدداً مشاهدين أشكركم أيضاً على حسن المتابعة لا تنسوا أن عرائكم تصلوا إلينا إلى بريد بانوراما أو إلى فيسبوك بانوراما على مدار الساعة إلى اللقاء